عالموجي السواء عالموجي السواء إلى فقرة وصل صوتك بالأنون وصل صوتك بالأنون استشارات عامة كالعادي يعني هايدي مقدمة كل حلقة وليس بيدعاوة وصرت تعرف أكيد يعني بعد هالسنوات بالبرنامج صرتوا تعرفوا بموضوع الدعاوة وإنما استشارات عامة بهمنا أكثر التوعية على الأنون على الحقوق أيضا المواطنين بكافة أشكال القوانين الموجودة عنا بلبنان اليوم رح نحكي بالعقارات تحديدا يعني والموضوع اللي هو الأكثر هيك على نار ساخنة أكثر شي هو موضوع الإجارات غير السكنية وقرار مجلس شورى الدولي بهالإطار ضيفة المحامج البار أبي عبود أهلا وسهلا فيك ماتر أهلا وسهلا فيك مادام سيدة وعدنا لتأينا من بعد كم سنة أهلا وسهلا فيك من بعد سنوات يعني بتجي هيك بتطلع بتقول في قوانين ما تغير فيها شي حتى المحاولات لتعديلها تغييرها بتضل هيك شائكة وبضلها شابكي الناس ببعضهم مثل أنون الإجارات للأسف صحيح يعني في العديد من القوانين انعملت ولكن فيها ديتروك فيها ثغرات تجعلها غير قبلي للتطبيق نروح شواء لكم سنة لوراء أنون السير مثلا في عدة مواد ما بتتميها ولا بتتقالف مع وقعنا اللبناني وقع السير ووقع الأوانين المعمول فيها غير قبلي للتطبيق للأسف تلت تربية هذا الأنون غير قبلي للتطبيق نرجع هلا على مسألة الإجارات لعمل أزم مستعصي بين الملكين والمستأجرين كمانا بين الأنون الأجارات السكنية وأنون الأجارات غير السكنية نشوف كمانا فيه كتير ثغرات وفيه مواد قدرجت بهذا الأنون أو بالأنون التعديلي للأنون الأجارات غير السكنية بتجعل من هذا الأنون غير قبلي للتطبيق للأسف السلطة المشترعة ما عم بتقوم بدورة مثل ما هو مفروض عم بتفوت الناس ببعضها على أمل أنه يلتقى حل لهذه المشاكل وينعمل تعديلات مفيدة ومنتجة تيكون الأنون قبلي للتطبيق ويكون القاضي مرتاح بإصدار أحكامها نعم ماتر رح نحكي اليوم طبعا رح نضوع على أران مجلس شورة الدولة بإطار أنون الإجارات غير السكنية لحتى يرفعهموا كمان الناس شو صاير يعني شو صار وهلأ شو رح يصير هو بهمهم هلأ شو رح يصير وأكيد الهواء مفتوح كمان لألكم بطبيعة البرنامج للاتصالات والاستفسارات على 01-325-356-611-03-05 وأيضا من خلال واتساب على 76-611-01 إذا بدنا نحكي شوي هيك بشكل مقتضب عن المسار اللي أخذوا موضوع الإجارات غير السكنية منذ إقراره بمجلس النواب حتى الجمعة الماضي صحيح هو من أربعة شهور استبشرنا خير طلع تعديل على أنون الأجارات غير السكنية لا مثل ما منعرف آخر تمديد للإجارات غير السكنية كان بشهر حزيران 2022 ومن بعدها فتنا بالفراغ الرئاسي وحكومة تصريف أعمال وما عد نوجد إطار حل للإجارات غير السكنية لغاية من أربعة شهور صار في تعديل على هذا القنون طبعا هذا التعديل كمان عمل دبا بين المالكين والمستأجرين ولكن استبشرنا خير أنه القينا مخرج لهذه المشكلة أو هذه الأزمة إلا أنه الرئيس مئاتي بخطوة غير دستورية رجع رد الإنون الإجارات غير السكنية الإنون التعديل إضافة إلى قانونين آخرين لمجلس النواب لعادة النظر فيه وكأنه عم يستعمل صلاحيات رئيس الجمهورية بوقت كان مجلس الوزراء وافق على إصدار إنون التعديل للإجارات غير السكنية بـ 19 كانون الأول ولما يكون فيه موافقة يعني صار ملزم رئيس الحكومة يصدر الإنون بالجريدة الرسمية ولكن بخطوة مفاجأة أعاد رده للإنون للدراسة عن جديد لمجلس النواب لغاية ما مجلس شورى الدولة كمانا من كم يوم رجع أخذ قرار طبعا قرار ما لديه قرار إعداده بوقف تنفيذ مرسوم رد الإنون لمجلس النواب دونك هلأ هون رئيس الحكومة صار ملزم يصدر الإنون بالجريدة الرسمية ولكن نحن باللبنان بنعرف للأسف ورئيس الحكومة عنده سلطة مباشرة على الجريدة الرسمية إذا ما ارتقى وما أخذ قرار بنشره بالجريدة الرسمية أنا برأيي هون بيصير هو معرض للمسائلة الدستورية والمسائلة الشخصية حتى هو ملزم يصدر الإنون من بعد ما طلع قرار وقف التنفيذ بالنسبة لمرسوم الرد على مجلس النواب قرار مجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ هو قرار نهائي يعني خلاص نهائي لا طبعا ما أرار نهائي هو أرار إعدادة ماذا يعني أرار إعدادة يعني أرار إعدادة يعني مدام سيدة لا يكون بالعادة معلل التعليل الكافي بيكون المحكمة هون مجلس شورى الدولة عم تأخذ أرار مؤقت رئيسها ما تقدر تبت بأساس النزاع يعني مجلس شورة الدولي ممكن يرجع يرد الطعن اللي تقدموا فيه جماعة الملكين وحتى النيبة بولا يعوبيان كمان تقدمت بهذا الطعن كان فيه ثلاث مسارات للطعن وممكن كمان مجلس شورة الدولي يقبل الطعن هلأ هون المشكلة إذا مجلس شورة الدولي رد الطعن إذا رد الطعن عمليا يعني مجلس النواب بده يرجع يدرس القنون عن جديد وكان دجا هو موجود قدام لجنة الإدارة والعادل ويلاقي التعديلات المنتجة والمفيدة لتقريب وجوهات النظر بين الملكين والمستأجرين تيكون القنون قابل للتطبيق وكان دجا بلش النائب جورج عدوان بصفة رئيس لجنة إدارة وعادل جمع الملكين والمستأجرين ولجان التجار ووصلوا لقلية التعديلية ترضي الطرفين إنه بدل ما يكون عنا التمديد على أربع سنين بارك يكون على خمس سنين بدل القيم التأجيرية تكون على 8% بدل المسل يصير على 6% ولكن طلع قرار وقف التنفيذ أنا برأي رأيي القانوني هلأ ملزم رئيس الحكومة يصدر القانون لغاية ما كان بدت مجلس شورة الدولة بالأساس من هونيكو رايح يبنى على الشيء مقتضى طيب ماتر قلت إنه فيه قرار نهائي بده يصدر بعدين هايدي هالبروسيدور القانونية بمسل الشورة الدولة أديش بتاخد وقت لحتى يصدر القرار النهائي يعني مفروض فيه مجلس شورة الدولة بين تقرير المستشار وتقرير ومطالعة مفوض الحكومة إنه ما ياخد أكتر من شهر يبدت بشكل نهائي ويقطع الجدل بهيدا الموضوع ويلاقي حل منتج لأنه نحنا حاليا قدام صرنا فراغ تشريع بالنسبة للأجارات غير السكنية حتى ولو مثل ما عم نقول الرئيس مئاتي ملزم بنشر القانون ولكن ما في شيء للأسف نحنا مع الوضع اللبناني اللي نحنا عايشين والتناتش الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ما في شيء بيلزمه لرئيس الحكومة إلا إذا صار في مسائلة دستورية لإله وهيدي ما شفناها للأسف بالمضاء المنظور والقريب باللبنان حتى كمان في رأيين قانونيين بإطار الزام رئيس الحكومة بنشر القانون بالجريد الرسمية أنا بشوف لا في رأي واحد إنه هو عمليا لما مجلس الوزراء مجلس الوزراء هي صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل بالوكالة لمجلس الوزراء مجتمعا مجلس الوزراء أخذ قرار بـ 19 كانون بنشر القانون هو صفى عنده سلطة إعلانية لقرار مجلس الوزراء ما قالوا حق ينقط قرار مجلس الوزراء ولكن للأسف الوزراء كان عليهم يرفعوا الصوت قالوا له نحنا وفقنا على هذا القانون ما لك حق ترجع تقطع قالت عن مسائلة مسائلة من قبل مين؟ مجلس النواب مين؟ يعني لما بيكون عم بخالف الدستور رئيس الحكومة مفروض يتعرض للمسائلة قدام القضاء المختص اللي هو هون نحنا عمليا مجلس الدستوري وفي عندك مجلس محاكمة الرؤساء بالأساس ولكن كله معطل للأسف لأن مجلس محاكمة الرؤساء هو مشكل من نواب ومن وزراء ومن كتل سياسية شفنا أنه ولا نايب للأسف ولا رئيس حكومة ولا وزير تعرض للملاحقة الفعلية يمكن بالزمانات قيام الوزير شاهي بارسوميان ولكن ما عدنا شفنا ملاحقة فاعلة من مجلس محاكمة الرؤساء على أي خطأ جاسيم يرتكبه رئيس حكومة أو وزير أو مخالف دستورية فاضحة للأسف نحنا القضاء معطل وهذه مشكلتنا الأساسية بين الثغارات القانونية وبين تعطيل القضاء بلبنان يعني اليوم عم نقول للناس بطريقة يعني قانونا من بعد قرار مثل الشورى الدولي القانون لازم ينشر بالجريدة الرسمية على رئيس الحكومة ملزم ملزم حتى لو بعد ما صدر القرار النهائي لمجلس شورى الدولي صحيح لأنه في وقف تنفيذ لمرسوم الرد ملزم هو قانونا ودستورا ينشر القانون لغاية ما كان مبت بالأساس طيب بأسناء هالأمور كلها لحتى تصير بالمسار هون على المالكين والمستأجرين شو مفعيل وشو تدعيته يعني المالكين والمستأجرين طالما ما نشر القانون وطالما القانون السابق خلص مفعوله بالألفان واثنان وعشرين عليهم ينشر القانون للأسف يعني هن قدام فراغ وعليهم ننزموا علاقتهم بين بعض بالتي كانت هي أحسن متل ما بينقيل يعني بعدنا وقفين على إلزامية النشر بانتظار سينشر أم لا ويبنى على شيء مقتضى من بعد نشره بالجريد الرسمي لا يكون نافذ إلا من تاريخ نشره بالجريد الرسمي نعم متر كتير بلشوا أسئلة المواطنين برجع بذكر ليس بدعاوة وإنما باستشارات عامة وبرجع اليوم العقارات فقط ألو اتصال ألو مدام سعيدة صباح الخير أهلا بعد أمرك معلش فيه يسأل الماتر بس سؤال يمكن ما قاله علاقة بالعقارات بس بدي أستشيره بالشغلة ماتر بأي موضوع يعني لأقلك شغلة أنا بسنة الألفين وستة في عليك كان شيء على السجل العدلي ورحت دفعت ببط وكل شيء بس بعدها لأهلا نازل إشارة علي بالسجل العدلي بس أنا مضيق الضبط ومضيق الورقة اللي عاتوني إياها بنتحكم وهي ده شو بقدر أعمل لا أقدر شيل بس هالإشارة يعني بدك تعمل إعادة بدك تعمل إعادة أتبار قدام الهال التهمية المختصة مكانيا وبدك تأمن المستندات المطلوبة بالألم بتراجع بالهال التهمية بقلولك شو المستندات المطلوبة تقدر تعمل إعادة أتبار وتشيل الإشارة عن السجل العدلي نعم أهلا فيك هيدا يعني سؤال ضروري بس ما بدي أخذ بي ولا اتصال إلا بالعقارات رجيئا نسمعوا أنت بيعا مرحول أرقام نسمعوا أنت بيعا يعطيكم العافية سؤال الماتر عندي قطعة أرض وفي بيت قديم اتفاجأت أنه البلدية ومصنفتوا أثار طيب يا أخي أتار لا فين بيع ولا فين أعمر ولا فين أعمل أي شي شو الحل وأنتي بيعطونا مصاري يا أخي ويأخذوا البيت ما بدي اليوم يتمن بمبلغ كذا وبعد 20 سنة يعطونا إياه المبلغ اللي مبعد يساوي شي نعم هالترى فيه شي توضيح ماتر يعني طالما مصنفين وأثار بدو يراجع وزارة السقافة والإدارات المعنية المختصة فئلية معينة لا حتى يرجعون لا أكيد بدو يقدم كتاب بدو يقدم كتاب خط معلل يوصف الضرر اللي عم يلحق فيه ويقدم هيدا الطلب وعلى ضوء الوزارة المختصة اللي هي وزارة السقافة والإدارات المعنية مفروض بتعمل برمطة الإدارية وبجاوبه وهو يا بيرضى بهيدا القرار أو بيطعم فيه دم كمان بحاله يعترض عليه طبيعي ماتر بدي أرجع معك لموضوع الإيجارات غير السكنية شو لحظ هالأنون فيما يتعلق بالسنوات بكمان إنون الإيجارات السكنية نحن منعرف الغير السكنية الآن غير السكنية غير السكنية إنون الإيجارات غير السكنية التعديل اللي ترى حكي عن تمديد لأربع سنين وأول سنتين بيكون الزيادة هي 25% من 8% من الإيمة البيعية للمأجور من بدل المثل اللي هو بيتخمن على هذا الأساس بعدين تاني سنة 50% ثالث سنة وربع سنة بيصير البدل 100% يعني تنقول مأجور بيسوى 100 ألف دولار بده يندفع 8% من إيمته اللي هي 8000 دولار بالسنة أول سنتين بشكل تدريجي 25% منهم بعدين 50% بعدين الثالث وربع سنة منصير 100% إلا إذا المالك ارتقى إنه هو بده يتنازل عن الزيادات هون لش بده يرتقى يتنازل عن الزيادات فتح له مجال التعديل اللي ترق بالأنون ساعتها خلال السنتين بيبقى المستقجر عم يدفع البدل قديم ولكن بيخل المأجور وبعد السنتين بيصير الأجار حر يعني هون عنده حرية المالك أو يتركوا أو أنه أو يتركوا لسنتين من دون زيادة أو لحظة يحرر أو أربع سنين يحرر المأجور صحيح أو أربع سنين مع الزيادات اللي هو بيكون عم يخدها وفقا للنص الإنوني اليوم عم نشوف نحن بموضوع الإجارات السكنية عم تتوجه إنذارات من قبل المالكين للمستأجرين القدامة لأنه بيعتبروا أنه القانون نافذ من 2014 نعم وهيضا أنتوا عم تلمسوا اليوم بالمحاكم توجيه إنذارات صحيح في جدل هون كمان قانوني وقضائي في شيء هالأواني ما فيه جدل للأسف يعني مفهود مجلس النواب هو يحسم الجدل مجلس النواب لأن للأسف ما عد في عنا المشرعين الكبار أيام أغيست باخوس أيام حسن الرفاعي أغلبية النواب هلأ اللي عم يتداعوا صفة التشريع باستثناء يمكن النايب جورج عدوان وكام نايب هن للأسف ما عندهم هيدا الخبرة القانونية المطلوبة حتى مؤخر المرحوم روبير غانيم الشيخ مخيل الظاهر يعني كلهم كانوا مشرعين كبار وفقهاء فكان يطلع قوانين مبكلة بالفعل وتسهل على القضاء أحكامه ولكن هلأ مع هيدا النخبة الجديدة اللي هي طارقة على مجلس النواب أغلبيتهم ما عندهم خبرة بس ما عندهم مستشارين قانونيين في مستشارين ولكن كمان التجاذبات السياسية والتدخل الأحزاب والكتل اللي كانوا عم بيكون إلى دورة عم بتعطي الأوانين بعطيك مثل 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 مشروع إنون استقلال القضاء العدلي والإدارة كان مشروع مثالي عملته نائبة المحامين بالتعاون مع المفكرة الإنونية نلغم من أساسه ونوضع مواد تعادلية فيه أبطلة مفعوله نرجع للإيجارات السكنية في وجهتان نظر في وجهة نظر بتقول إنه من 2014 القانون مفروض يعطي مفعوله التسع سنين وبالتالي وبالتالي صار لازم يخلر مستأجرين وطلع حكم هلأ مؤخرا عن قادة منفرد بكسروان بهيدا الإطار أكيد لكن هذا القرار ما نهائي بدائي وقابل للاستقنف ويمكن استقنف وفيه وجهة نظر أخرى بتقول إنه من 2017 إنه القانون نشر كله عن جديد بالجريدة الرسمية والقانون اللي كان بال2014 بطل موجود هون بهذا الإطار طالح حكمان نهائيان بالمبدأ عن محكمة الاستقناف الإجارات ببيروت الرئيس عويدات ومحكمة الاستقناف الإجارات كمان ببعبدها الرئيس ريماش بارو اعتبروا إنه مفعول قانون الإجارات بيسر من 2017 دونك المستأجر ما فيك تخليق هلأ عنده تسع سنين وإذا بيستفيد من الصندوق عنده ثلاث سنين إضافية يعني صفان بعد ما وخمس سنين ملزمين إنه 2017 نحن بنعرف إنه لا يمكن يجي اجتهاد معاكس كمان هلأ بالاستقناف اللي بده يصير على القاضي المنفرد بكسروان يمكن الاستقناف المتل لأنه الاستقناف تكون مرجعية وقدام محكمة جديدة يمكن يكون مناقض لاستقناف الرئيس يعني صفان نحن كمان قدام جدلية قانونية وقدام هيدا المشهد اللي بعدها موجودة للأسف بين الملكين والمستأجرين بدل مع السلطة المشترعة كانت تلاقي الحلول وتطلع قانون توضيحي أو يلاقوا كمان رعاية اجتماعية رعاية سكنية للمستأجرين مش فوتوا الملكين بالمستأجرين ببعض وهنا يقدوا يتفرجوا بالآخر المالك عنده حق كمان مظلوم له سنين محروم من ملكه والمستأجر كمان حط أموال كمان لعادة ترميم العديد من المأجير وكمان عطيل قانون مخارج يعني كمان في قصة الصندوق اللي هو معطل صندوق دعم المستأجرين في قصة اللي جان اللي ما انشئت فكمان المستأجر هلأ عنده زريعة أنونية انه ما يخلي وهو بيكون معتبر انه الانون اللي بيخضع لقاله الـ 2017 وش الـ 2014 تكن قطعت هالفترة التعدلية ولكن تقطر سواء 2014 ولا 2017 بدنا نوصل لوقت خلاص بدأ تصير المأجير حرة وبدو يلتقى أطر حل بين الملكين والمستأجرين لأنه منعرف في مبدأ هو العقد شريعة المتعاقدين إذا المستأجر بدو يبقى بالمأجور مع تعديل عبدال الأجار أو بدو يترك هاي دي كلها بتنترك لحكمة وديراية الملكين يعني هلأ صرنا انتقلنا من الجدال إلى الجدال بالمحاكم هلأ يعني بين الملكين والمستأجرين بين الإنزالات ولكن الغلب هي لأنه الانطلاق العملية الحسابية هي للألفان وسبعتاش بما أنه طالع قرارين بالاستقناف عن الرئيس عويدات والرئيس الشبار وفي حكم يتيم بكسروان إلا اللهم إذا طلع حكم استقناف آخر وحكم استقناف تاني فبعدنا نحن ضمن مشادة قضائية بأي حالات بيكون تمييز مروح حكم بدائي بالنسبة للإسقاط من حق التمديد تاني والحكم قال في إسقاط من حق التمديد بالاستقناف قالوا لا ما في إسقاط من حق التمديد دون كوم نروح على التمييز ولكن بالعادة هؤل الحكمين اللي عم بحكيك عنهم غير قابلين للتمييز عند الرئيس عويدات والرئيس الشبار واللي طلع خلينا نذكر بأرقامنا 0132535 كمان برين واحد عندي بويس بويس ميسج 104 نسمع الفويس بتمنى عليكم برجع بشدد أنه يكونوا فقط بموضوع أو الإجارات أو العقارات فقط يا سمعنا 104 76 بعتذر منك بس مش ضمن موضوعنا ماتر لأرجع لموضوع الإجارات السكنية اليوم مثل ما قلنا نهاية 2023 بلشوا يوجهوا الملكين انذارات للمستأجرين هون كيف بدون يتصرفوا المستأجرين يلي عملوا أردي إدايا عند كاتب العدل إدايا بأي إطار إداعات على البدلات نحن نعرف أساسا المستأجر غير ملزم بأداء بدل أجار إلا ما يتوجه له انذار وإذا قطع شهرين وما دفع قيمة البدلات ساعتها بيسقط حقه من التمديد هلا الإداعات اللي عملت المستأجر عم يحفظ حقه بالنسبة لإله وإذا كان مثل ما عم نحكي بيستفيد من الصندوق صار في قسم كبير إن المستأجرين بيستفيدوا من الصندوق بما أنه الحد الأدنى صار 18 مليون هو 5 أضعاف الحد الأدنى يعني ما يوازي تقريبا ألف دولار فمنعرف الصندوق معطل للأسف ولكن أغلبية المستأجرين راحوا أقدموا شكليا سجلوا أسميهم على أنه يعني حفظوا حقه من الاستفادة يستفيدوا من الصندوق ومنعرف أنه المالك لا يطالب بدل المثل بالإجارات السكنية بده يودي خبيرين خبير مهندس مدني وخبير تقمين عكاري بده يوضعوا تقريرهم وأغلبية المستأجرين مرة دخلوا لهالتقرير ودوا تقرير مضادة كمان ضمن المهل المدرجي بالإنون وهون كمان جمدة العملية لأنه إذا فيه تناقض بين التقارير بتبت فيه لجنة قضائية زي تصفة قضائية هاللجنة ما قلت شئت كمان مثل ما عم نحكي أنه الإنون أغلبية المواد الأساسية والجوهرية فيه وضعت ولكن ما فاعلت ولا تغزى السندوق ولا قل شئت اللجين دونك صفه بنرجع منكرر المالكين بمواجهة المستأجرين والمستأجر عنده حجة إنونية بين إيدي صار أنه أنا ما بدي إخلي غير ما تقطع الفترة التمديدية الكاملة من 2017 وغير كمان ما أخد دعم من الصندوق هايدي أنا برأي لازم يصير فيه تعديل طالما الدولة شبه مفلسة وما قادرة تغزي السندوق ولا أنشأت اللجين بده يصير فيه تعديل على الإنون ينوضع مواد منتجة تأيجاد حل مشترك يقرب بين وجوهات النظر يرضي بنفس الوقت الملكين والمستأجرين يعني هايدي بنسمعه كلنا من أول حلقة تمنيات تمنيات إنه الدولة ومجلس النواب وكله بتبقى يعني ديش فيه تحرك بهالإطار بعد يعني أنتو ما عم تلمسوا ولا نحن عم نلمسوا إلا مع بعض المحاولات في عندي اتصال ألو ألو مونجور أهلا وحيت عينك بده إسأل المحامة أنا مثلا إلي خمسين سنة مستأجرة نعم وإجت صاحبت الملك قال إني قال إني طالب البيت بده البيت بقى أهلا إثنية كيف بدنا نتصرف أنا مثلا بيت ما عندي ومصاري ما معي فيك تسألة خليكي معي ما تدفع الأجارات المتواجبة عليكي طلبتك شي ببدل مثل ببدل محتسب على الإلية الجديدة لا ما قالت لي شي قال إنه هي بده البيت وبده كذا وإلا إذا كان ما بده البيت بده بده أجار على الجديد يعني على الأجارات الجديدة أنا أجارات جديدة أول شي ما بقدر أدفع أنا مرة كبيرة بالأمر وباب يمكن بتعرفوني أنا تيتها لطيفة أهلا فيك أهلا أشتعنا لك بقى وين بدي نروح لا في بيت ولا في مصاري أداش بتدفعي بالشهر أنا أنا كنت أدفع ستمائة ألف بالسنة 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 بقى هلأ أثنين ما أضع بشو بدي أعمل هلأ أنت تيتا لطيفة أنت محمية بالأنون صحيح كمان المالك مظلوم بهالستمائة ألف يعني اللي هو ما بيطلعه ستة دولار بالسنة ولكن ولكن أنت ما بتقدر المالكة طالبك على البدل أجديد إلا ما تعتمد للقليل اللي كنا عم نحكي عنها تعين خبران وتودي لك تقرير وترجع أنت لك حق تعترضي على هذا التقرير وأنت عمليا يعني كمان أكيد تستفيد من الصندوق لأنه أكيد أنت عاطلة على العمل وما عندك الدخل اللي هو بنص عنه القنون ما تقدر تستفيد من الصندوق فكل القليات المدرجة ضمن القنون يمكن يزعلوا منها المالكين شوية ولكن هي لصالحكم هلأ حليا بانتظار التعديل ممكن يطرق على القنون فأنت محمية هلأ ما تعمل أي حركة بس تودي لك المالكة القنزار ساعتها بتستشير حالة محامة برد علي أنه حقك ثابت بعضه بالمأجور أنت بتخضع للتمديد انطلاقا من 2017 بلس كمان بتستفيد من الصندوق قدمت على الصندوق سجلت اسمك تطفز نعم قدم على الصندوق دقية إذا بتحب أنا كنت بتقدر تحكي معك تاتا لطيفة صارت واضحة يعني جوابك بشكل عام الماتر لأنه ينطبخ على كثير من المواطنين مش حالة خاصة يعني نعم أنا كنت للتاتا مع مداخلة كمان يعني صوري إنه أخدنا من وقتكم بس إحنا قدمنا على المحكم يعني هي قدمت لنا إنذار صحابة الملك وفرجينها إنه إحنا نطلين الصندوق ونطلين إنه كلنا مثلنا مثل غيرنا يعني بل هي المالكة مادام إذا بتدع عليها تروح تراجع القضاء هون القضاء بيحكم بيناتكن بس مثل ما عم نحكي هيدا حاليا في مثل عكم بإنتاج أي حل بإنون الأجارات ولكن بعد خمس سنين مبدئيا حتى نفترض عم نحسب من الألفين وسبعتاش إذا ملتقى حل وما صار في تعديل بدكن تخلو المأجور بعد أهلا فيك نعم كمان اتصال ألو أهلا في نساء سؤال معكيد أنا عند شقة مسيحتها مئة وسبعين متر أجار قديم خمسة وخمسين ألف بالشهر عم بقول المستقشب يشتري ده بدي اختم من حق أخلوق بعد مثل الأول ينختم من حق أخلوق ده بسعم مئة وقربين ألف دوار بدي اختم نسعة بين ألف بإلي سبعين ألف وضحيت ماتر ما كتير صراحة عم يحكي بسرعة اي يعني حكي لنا شويفة صرعة مسيحتها 140 متر أجارة بالشهر 55 ألف هو طالب بده يشتري للشقة مالك لا ما فيه هون بتجيبه خبي يعني عمليا هيدا ملكه هو إذا مستعجل بده يخليك من المأجور حضرتك مالك هو مالك آه مالك سوري إي إذا أنت مالك وبدك المستعجل طالب يشتري للشقة هون هيدا بتصير اتفاق بالتراضي يعني بتجيبه خبير بخمن هالشقة قد بتسوى وإذا أنت راضي تبيعه طبعا ما فيه شي بيلزمك إنك تبيع شقتك بس إذا راضي إنك تبيع طبعا للتخميل اللي بينحط بتتفق على المبلغ وتعمل عائد بيع ممسوح فيها ما لازم بالأول بالتتعنات يعني الختم نص حق لا لا ما فيه شي منه هيدا إنت إذا يمكن كرم أخلاق منك شهام بدك تخصم له بس بالقنون ما بيلزمك بالعكس بتبيعه إياها وفقا لسعره وهو دجاه استفاد من الشقة كل هيدا الفترة اللي قطعت بالبدلات الزهيدة جدا اللي كانت عم تندفع لسعر عليه أموال وهيدا اللي عم يحكي عنه اللي بيعتبره باللغة العمية اللي خلو ويمكن يقول له لا ما فيه شي بيلزمه بالقنون أنا بدي حق كامل وقاله تفضل بيعتمد القلية بينطر الفترة التمديدية وبصير الأجار حر من دون أي تعويض إذا المالك بده يبيع على الشقة المستأجرة يعني إيجار قديم هون نقول كيف حق الشفعة عنا فيه هون بالقنون لاحظ أنه يلي يلي ساكن بالشقة بيحق له الأفضلية لا أكيد هو حق الشفعة على المالكين بالشيوع على مالك حق الانتفاع تجاه مالك حق الرقبة أو العكس أبدا قنون الشفعة كان قبل وفاق أكتر هلأ صار ضيق كتير وما بيشمل للأجارات بالتأكيد نعم كمان عندي واتساب بنسمع الفويس مرحبا ستنا بدي أسأل الماتر عن محلنا الأجارات الغير السكنية أنا والدي اشترى المحل مش شري دفع خلو على خط الترين كان على خط الترين اللي بنزل على الدون تون بسنة 1956 دفع 55000 ليرة ما يعادل يعني بهي دي كل الزمن ضلت 13 14 سنة يقص فيهم للقريبين طب هالخلو هيدا صحيح مرق عليه الزمن من سنة 57 لهلأ يعني تقريبا شو 67 سنة هل بيروح علينا هالخلو بالأجار وما بق فيه خلوات حاليا يعني إلا شي ليسكر ونحنا راضيين المالك عم نعطيه زيادات كتير كمحل تجاري مالك هو عبارة عن محامة مستلم العكار كله من أساسه 50 شقة فلذلك شو وضع السؤال يعني شو وضع الخلو اللي اندفع بسنة 57 55 ألف ليرة شكرا للأسف هيدا كمان صرخة العديد من المستأجرين أنه اللي دافع خلو بالأجارات غير السكانية ولكن القانون التعديلي ما اضطرق لهيدا الموضوع كان عم ينحكى بالمباحثات اللي عم تجري على لجنة الإدارة والعدل أنه اللي دافع خلوه خلال آخر عشر سنين بيتمدد له سنتين إضافيتين ولكن ما حكى أكتر من هيك وبعد ما صار في تعديل على هذا الموضوع وما نشر القانون أساسا أنت نشوف إذا متناول لهيدا المسألة بس بحسب ما وصلنا أنه لا ما في تناول لهيدا المسألة للأسف يعني هون في ظلم في إشحاف هلا يمكن كمان يعتبروا الملكين أنه نحنا كمان استثمر كل هالفترة عبدال إيجار زهيد يعني وكأنه ردينا له الإخلو يعني هون مسألة يعني مفروض المشترع يتدخل ويلاقي حل عايدل ومنصف يوازي بين مصلحة الطرفان نعم كمان اتصالية قالوا أهلا أسأل مادر سؤال أكيد مادر نحن ساكنين بناية في عشر شقق سكنية في شخص من الملكين واحدة من الشقق بيملك المستوضع أوكي فهو هلأ أرد بده يبيع شققه المستوضع بس ويترك هلأ نحن المستوضع في بقلبه الصرف الصحي في بقلبه خزان الماء الأساسي طبع البناية وبيفوت الميت الشركي عليه هلأ المستوضع اللي بده ينبيع لشخص ما قالوا حلقة حيكون بالبناء وعم بيقول أنه يمكن ما يعطينا أكساء على هيدول الأشياء إذا صار في مينتننس بعدين أو أكساء على الخزان الماء وإلى معنالك نحن قبل ما يبيع شو لازم نعمل كتنقدر نحفظ حقنا اتصال معي فيك تسأله ماتر مفروض عمليا هذا المستوضع هو قسم خاص ما أنه داخل ضمن الأقسام المشتركة صحيح 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 هلأ أنتو هون بنظام إدارة البناء نظام الملكية وارد شي تحديد وين هالأمور تنوضع ولا هيدا بالتراضب الاتفاق صارت ونسكت عنا كلها السنين البناء قديم معمول بسنة الواحدة وسبعين ما كان مذكور بالزبط إذا في حق بهيدول الأشياء المعمولة مثل الخزان الماء الأساسي مدخل الماء الصرف الصحي وكل ما هونالك نحن فزعنا أنه ما يعود أكسس إذا أي شي بدنا إياه اللي بدي يشتري ما نعرف من هو ما يعطينا أكسس على هيدا أوكي وضحت وضحت سيد الكريم هوني مفروض أنتو هذي الأمور تنوضع ضمن الأقصام المشتركة إذا ما رضي المالك الجديد يبقي مجبورين تنقلوها ضمن الأقصام المشتركة لأنه هذي مطرحة مفروض ضمن القسم واحد أو القسم ثلاث اللي هي أقصام مشتركة مش ضمن الأقصام القسم خاص تكون ضمن المستوضع يعني هو كان على سبيل التسامح المالك الحالي بأسامح لكم المالك الجديد يمكن ما يقبل وحقه ما يقبل كمان اتصال ألو أهلا أهلا بنا نحكي مع المات أكيد أهلا أهلا بدي إلك في بناي مشيعة مالكين عدد شركة بشيوعة يعني منا مفرزة في بقيلون لأنه بمحل محل معجرين أجار قديم يعني قبل اتنينة وتساين هلأ إذا طلع هيدا القانون اللي عم تقولوا عنه للدولة طلعته يعني نحنا مضطرين أنه نعمله انزار أو شي ولا بيكف أنه مرق سنتين حضرتك سوري مين بتمثل حضرتك أنا واحد أحد الشركة أحد الشركة أهلا أنا أحد الشركة بس ما عندي أسهم مضطرين أنه نعمله انزار ولا منطر سنتين وما مناخد منه شي زاودي ولا شي وتلك عيه وبصير بره لأ بدك توضح رأيك النهائي والحاسن بالنسبة لهذا الموضوع لما ينشر القانون هلأ ما في قانون بس لما ينشر بالجريدة الرسمية بدك تتفق أنت وياه بتعمله كتاب عند كاتب العدل تنقول إذا ما ارتضى بتودي له كمان كتاب أنت بموجب بطاقة مكشوفة أو كتاب مضمون بتقل له أنا ما رح أطلب منك الزاودي أنا رح بقيك على سنتين ولكن بعد سنتين بدك تخلي أو بتقل له أنا بتقل له بالنك الزاودي اللي هي حكينا عنها 25-50% 100% لا نحن نضرب سنتين بدك تتفق انت وياه وتعمله محضر مخالصة يثبت هذا الأمر عند كاتب العدل وإذا ما قبل تخلف إذا ما قبل بتودي له بس ينشر القانون بتودي له امزار أو بتودي له كتاب استنادا للقانون اللي نشر بتاريخ كذا رقم كذا أنا قررت يعني أنت بك تكون ضمن كمان اللي بتمثله الأكسرية ضمن 3 ترباية نعم 3 ترباية بتتوجهه له هذا الكتاب أنه نحن أخذنا قرار ممددت لك فقط على سنتين وما بدنا منك زودي وبعد سنتين بك تتفضل تخلي المأجور نعم أهلا فيك ماتر بهذه النقطة القرار يعود للمالك بأنه أو 4 سنين أو سنتين صحيح إذا المالك عم بيقول له بدي على 4 سنين يمكن يقول له المستقجر أنا لأ بدي أبقى سنتين وما ها بتصير هون بالتوافق بين الطرفين ولكن القرار نهائي بيبقى للمالك هو وعلى اللهم بدنا نشوف كمان القنون بنصه النهائي لما ينشر يعني إحنا عم نحكي بقنون ما تطلعنا عليه بما فيه الكفالة ما نشر بالجريدة الرسمية عم توصلنا أصداء الكويات عنه يعني بس ما قدرنا هون فيه هيك إمكانية أنه يصير فيه حتى بهالموضوع نزاع ومين بيبت فيه هالنزاع إذا 4 سنين أو 6 سنين قاضي المنفرد الناصر بأضايا الإجارات أحد الطرفين بدو يروح عن طرف يعني كمان عم تقول مش واضح بعد بالنسبة مش واضح أما نشر تنطلع لك ناخد منزور مدام سيدي يعطيكم العاب بحييكم بحيي الماتر بحيي صوت البنان أنا أنا مستأجري بيت قديم من سنة 92 بس بدي 92 أبل أموز وانا بعد ما بدي روح قدم مشان الصندوق متل تعادل شي يعني اللي حكيتوا عنه هلأ مشان هيدا بيختص بالمستأجرين وصاحبين الملك يعني بيساعدوا المستأجر كيف بدي أقدم وين حسب يعني يمكن فويس المادام ما قدرنا نتوصل مع بالمباشر 92 إذا لأنه 23 تموز النشر وقتها 92 إذا قبل بيكون خاضة للتمديد قبل تموز وإذا بعد ما بيكون خاضة للتعاقد الحر ولكن بغض النظر المادام شكلها بعد ما قدمت على الصندوق تتحفظ حقها باش بعد فيها تقدم على الصندوق يعني عمليا بدها تجرب تقدم بس هو كان في مهل أساسا ولكن تجرب في بعض الطلبات عم تنقبل وين حسب الاختصاص المكاني حسب موقع المأجور إذا ضمن بيروت ولا ضمن جبل لبنان بتتساعتها تتوجه عب عبدها عندي شقفة أرد منة مسجلة بإسمي بس الورثي عاملين لتنازل وعملين حصر قرس وكل شي نظامي بس في قصة التسجيل سؤالي في بيع بلا ما سجل بإسمي طبعاً يقدر يبيع بموجب إذا في معمل له وكال غير قبل للعزل أو معمل له عقد بيع ممسوح بيقدر يبيع سناداً لهالسندات الرسمية ولكن عند التسجيل الشيري اللي هو بدروح الساجي بيصفي بديدفع رسم التسجيل مضاعف نعم كمان فويس سعى صباح سؤال المتر المرحوم أمي وخالتي وابن خالي إلون أرض بالتويت اللي بقاع محامي طبعاً العائل اللي كان مش كان كتير قضايا وهلأ مخبى الوراء خلينا نوقفهم أنا صراحة ما بقدر إدخل إذا في زميل عم بتابع ملف الهيئة معروض قدام القضاء ما بقدر قاطب ومش بس هيك رح نروح أكتر إذا في عندك أي مشكلة على أي محامي في نقابة المحامين تتوجه على النائب لمفوضية أسر العدل ومنقل شكوى صحيح نعم بعد في عندك اتصالات خلص الوقت ماتر يعني بدنا نضل أطعب سرعة نتابع لحتى الناس يعني تكون على دراية بشو عم بيصير بموضوع الإيجارات لأنه موضوع كتير 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 مهم وشائك مثل تمنياتك يعني منقول أنه يحسموا نحن نتمنى أنه السلطة المشترعة اللي هي الطابة الأساسية بملعبة أنه توجد قوانين تكون قابلة للتطبيق وما يكون فيها الثغرات ونكون وقعيين شوية يعني نسبة للحالة اللي نحن عايشين والإفلاس الشامل على كافة المستويات ينوجد قوانين قابلة للتطبيق ومنشد على إيد القضاءات النازهين أنه يلاقوا حلول منتجة وعادلة ومنصفة للطرفان كملكين وكمستأجرين ومنتأمل أنه الرئيس ميقاطي مارس دوره الدستوري ما يخالف الدستور ينشر القانون اللي أكر اللي طلع أرار بوقف تنفيذ رده على مجلس نواب بانتظار حسم المسألة نهائيا من مجلس الشورى الدولي بأرار نهائي بالأساس شكرا لألك المحام جيلبار أبي عبود أهلا وسهلا فيك ماتر بشكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين اللي تابعوا وصل صوتك بالأنون